مصر برضو مركزة مع أولادها وبناتها إلى هذا الحد فتجد النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستجيب لطلب الطالبة الطالبة فاطمة الزهراء فاطمة من أصحاب القدرات الخاصة وبيدعوها الرئيس إن شاء الله علشان تحضر بكرة المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ولقاء سيادته نشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشور خاص بالطالبة فاطمة واللي رسمت صورة لفخامة الرئيس احتفالا بمرور ثلاث سنين على تدشين حياة كريمة ادي فاطمة ادي الصور وعبرت عن شكرها لفخامة الرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصري طبعا ده جي خلال لقاءها بشباب ومتطوعين مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية اللي بتعقدها المؤسسة وكانت تحديدا في جامعة سهاج وشاركة فاطمة في الحوار الطلابي اللي دار في ندوة حياة كريمة بما انها طالبة في سنة اولى خد بالك طالبة في سنة اولى وهتحضر بكرة المؤتمر باذن الله في قسم الايطالي في كلية الالسن بجامعة سهاج هي بطلة من بطلاتنا من ذوي الهمم وهوايتها المفضلة الرسم مؤسسة حياة كريمة بالمناسبة كانت حقدت مجموعة من الندوات التوعوية في حوالي 24 جامعة حكومية لحد النهاردة يمكن احنا كنا بنتابع مع المؤسسة على مدار الأسابيع الماضية بتعمل حوار طلابي مع شباب الجامعات نشر ثقافة العمل التطوعي يشاركوا زا في المبادرات الرئاسية ومن أهمها حياة كريمة السؤال ده معناه ايه؟ الرئيس يشوف يسمع عن أو يتابع كلام أو رسمة أو جملة أو حاجة قالتها طالبة مصرية عندنا في الصعيد في سنة اولى احنا عندها بالكتير 18-19 سنة فيستجيب لها ويدعوها للحضور واللقاء سيادته